السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الثالث الفندقي النهاردة حلقة جديدة من حلقات الإدارة الفندقية آخر حاجة خدناها الحلقة اللي فاتت تصنيف الفنادق بدأنا تصنيف الفنادق وعرفنا إن هي بتصنف على حسب الملكية وعلى حسب المواسم وعلى حسب حاجات كتير جدا آخر حاجة خدناها اللي هي تصنيف الفنادق والمنتجعات على حسب المنتجعات الصيفية اللي هي موجودة بالقرب من الشواطئ والبحيرات وتصنيف الفنادق الشتوية الدافئة بتبقى موجودة في المناطق بالقرب من المياه المعدنية والشواطئ الدافئة وقمم الجبال الجليدية والمناطق الباردة ديت المناطق المنتجعات الشتوية الباردة بعد كده منتجعات على مدار السنة وهي موجودة كتير جدا في القاهرة وفي موجودة في مصر بصفة عامة على شواطئ اللي ربنا هباها لمصر من الناحية الشرقية ومن الناحية الشمالية على بحر الأحمر والبحر المتوسط عندنا في مناطق خزير جدا في مصر زي مثلا دهب وشارمو ونويبع وكل المناطق الشتوية أو على مدار السنة كلها على الساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط كمان ديت أماكن جميلة جدا وبيجي الزوار من جميع أنحاء العالم عشان يشوفوا المناطق الساحلية الجميلة اللي موجودة عندنا اللي ربنا هباها لمصر على مدار السنة وعلى مدار العام ككل يا إما صيفية يا إما شتوية بتبقى موجودة في مصر مصر ديت من المناطق الجميلة جدا اللي موجودة في جميع أنحاء العالم بيجي منها بيجي إليها سائحين من مناطق متعددة عشان يستمتعوا بالأثار بتاعتها الخلابة والهواء الطلق اللي موجود على السواحل بتاعتنا أو في المناطق التاريخية عندنا برضو فنادق للشواطئ على موجودة في الشواطئ والبحيرات والمحيطات اللي موجودة في مصر طبعا إحنا عندنا الفنادق ديت ممكن تبقى موسمية على حسب قدوم السائحين عليها ممكن تكون فيها مواسم ركود أو مواسم إيه برافو عليكم كساد طبعا الركود ديت يعني الركود دي ما بيبقاش فيه سائحين كتير موجودين في البلد أو في المناطق الساحلية أو في المناطق اللي موجودة عندنا يئما تاريخية يئما على البحيرات يئما على الأنهار طبعا إحنا عندنا نهر النيل من أعظم الأنهار اللي موجودة في مناطق خلابة جدا جميلة جدا في مصر طبعا متعددة ومختلفة طبعا الفنادق عندنا بتختلف على حسب الغرض بتاعها عندنا تصنيف الفنادق الفنادق التجارية ديت الفنادق التجارية ديت من الأنواع الحديثة للفنادق وهي بيجلب لها رجال الأعمال وهم طبعا رجال الأعمال دول أهم حاجة عندهم بيبقى متوفر لهم بعض الإمكانيات الكبيرة الموجودة فيها من هذه الإمكانيات بيبقى طبعا طرفيه وإقامة ومؤتمرات وحفلات لأن طبعا رجال الأعمال بيجوا أهم حاجة هم عايزينها في الفندق صلاة الاحتفالات أو صلاة المؤتمرات عشان يقوموا بالاجتماعات بتاعتهم طبعا الفنادق ديت برضو بتبقى محتوية على بعض المطاعم المتخصصة مطاعم مثلا صينية مطاعم لبنانية مطاعم إيطالية دي على حسب رجال الأعمال الموجودين في الفندق والخدمات اللي موجودة في الغرف المختلفة طبعا الخدمات الموجودة في الغرف زي التليفون زي التليكس زي البنوك زي كل حاجة الرجال الأعمال بيحتاجوها في الفندق طبعا في باركينج السيارات في ترجمة في نوادي في ديسكو في سكرتاريا في أسواق تجارية وفي خدمات طبية كمان طبعا كل التجهيزات ديت بتبقى موجودة في الفنادق على حسب الرجال الأعمال الوافدين إلى الفندق ده طبعا التجهيزات بتبقى على مستوى عالي جدا لأن التجهيزات الفنادق بيبقى رجال الأعمال محتاجين الحاجات ديت وطبعا كل ما بنزود في التجهيزات كل ما بنزود في إيه؟ في الأسعار يبقى التجهيزات بتعيدنا كل ما بتزيد في الخدمة بتاعتها كل ما بتزيد في المستوى كل ما بتزيد في التجهيزات كل ما بتزيد في الأسعار بتعيدنا لأن أسعار الفنادق بتختلف من فندق لآخر على حسب الأسعار بعد كده فنادق العبور اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي بتبقى فين؟ على الطرق السريعة برافو عليكم الطرق السريعة اللي هي بتخص الناس المسافرة الناس المسافرة مسافات طويلة بتبقى طبعا محتاجة ان هي تريح شوية تاكل وجبات سريعة تشرب حاجة سريعة طبعا الفنادق المتلات دي بتبقى مجهزة لكده بيبقى فيها مكان لموقف السيارات وبيبقى فيها طبعا الغرفة بتبقى مجهزة للإقامة السريعة يعني مش إقامة يوم ولا تنين لا هي بضعة ساعات عشان المسافر يرتاح شوية من الايه من السفر بيبقى طبعا احنا قلنا من جهة الايه من جهة اليمين بيرضع ليكوا ليه عشان المسافر اما بينزل طبعا مش هيعدي الطريق وهيروح الفندق لا هو بيبقى في نفس الطريق اللي هو مسافر بيه يبقى الفندق على الجهة اليمين للايه للطريق وطبعا قلنا المتلات بتبقى بتبقى الطريق الايه مش منحني يبقى الطريق السريع اللي هو ايه بيرضع عليكوا اللي هو الطريق الجهة اليمينية من الطريق السريع وما تبقاش في وسط جبال او وسط منحنيات لان طبعا الناس اللي بينزلوا بيبقوا عايزين يرتاحوا شوية ومش عايزين بقى مثلا القلاكسات بتاعة العربيات او فرامل او كده لا احنا بنقول الطريق السريع عشان يبقى فيه هدوء للمقيمين في المتلات بعد كده فنادق الاقامة الدائمة فنادق الاقامة الدائمة دي بتبقى منتشرة في المدن الكبيرة المدن الكبيرة دي زي مثلا في الولايات المتحدة الامريكية بتبقى موجودة في فنادق الاقامة الدائمة بتبقى ببضعة شهور مش ايام ولا هجة لا بتبقى بضعة شهور ليه لان مثلا طالب مثلا من اي بلد بيروح الفندو ده عشان يدرس هيدرس ايه هيدرس ساعة ولا اثنين او شهر ولا اثنين لا بتبقى بضعة شهور ممكن تبقى سنة كاملة بتبقى دي الاقامة كاملة ودائما موجودة فين في المكان الكبير ده وبديبقى في وسط المدن بيبقى ما بين المولاد او الاماكن التجارية عشان المقيم ده يستفيد من كل من كل النواحي انه هو يبقى فيه مواصلات انه هو يبقى فيه اقامة مثلا متطلبات عايزها طبعا بيبقى فيه جزء طرفيهي بيبقى مثلا فيه حمام سباحة فيه ملاعب رياضية فيه مثلا صالد ديسكو وهكذا بعد كده تتميز الاقامة الدائمة دي الفنادق الاقامة الدائمة دي بيبقى فيها مطاعم ومطابخ ليه مطعم ومطابخ لان طبعا اللي بيقيم اقامة دائمة دي عايز طبعا يأكل في القلب الفندو يأكل ديت يبقى موجود مطبخ يبقى موجود مطعم يأكل فيه او ممكن يأكل في الغرفة تبقى فيه خدمة خدمة غرف بعد كده نعرف فيه فنادق المقامرة يعني ايه فنادق المقامرة اللي هي الكازينوهات الكازينوهات ديت بتبقى فيها الديكور بتاعها عالي شوية بيبقى الديكور بتاعها مناسب للناس اللي رايحة طبعا الكازينوهات ديت بتبقى لبعض فئات من المجتمع مش المجتمع ككل وبتبقى الدرجة بتاعتها من اربع الى خمس نجوم ويعني بتبقى عادة بتبقى دور او اتنين طبعا فيه انواع كثير من الفنادق منها بيوت الشباب بيوت الشباب ديت فيه منتشرة في جميع انهاء العالم ليه منتشرة في جميع انهاء العالم لان طبعا بيوت الشباب ديت بتبقى للشباب اللي رايح يقدي مثلا بيشوف الدراسة بتاعته زي طبعا الاقامة الدائمة بالزبط بس عبارة عن مثلا عمارة كاملة بتبقى ديت مخصصة للشباب الدارسين وهكذا تبقى بيوت شباب مزيتها بيوت الشباب ديت انها تجمع ما بين شباب انحاء العالم طبعا انحاء العالم ديت يعني انا بشوف الشباب دول باخد مميزات كل مجتمع من المجتمعات طبعا احنا لازم نوعي الشباب دول لان طبعا لازم ناخد الحاجات الكويسة من انحاء العالم كلها يعني الطلاب ما يبقوا مع بعض في بيوت الشباب ديت اتعرف على الناس اللي هم مستواتهم عالية في الدراسة في الاخلاقيات ليه لان انا كلما بعلى في مستوى الناس اللي بتعامل معاهم كلما بعلى في المستوى بتاعي طبعا المستوى بتاعي لو كان دراسي طبعا لو تعرفت على مثلا الناس مثلا بيروحوا دسكوهاد ما بيذكروش كويس المستوى الدراسي بتاعي هيقل ومش هيبقى في تحفيز على الدراسة بشكل جيد وطبعا اللي انا اللي انا رايح عشان احققه مش هحققه ليه لان الدراسة بتاعتي مش ماشية على الهدف اللي انا عايزه الهدف بتاعي ان انا اخد شهادة وشهادة عالية انا بتغرب عن بلدي ليه عشان اعلى في مستوى التعليم عشان اعلى في مستوى الاخلاقيات بتاعتي اخد الحاجات الكويسة من كل مكان انا بروح لان لو خدنا مثلا مثلا يعني قصة شعر لبس مثلا معين من اماكن معينة ممكن اوصلها للبلد بتاعتي ممكن ده ما يقديش الغرض بتاعي لان طبعا غرضي ان انا البلد بتاعتي تبقى باخلاقيات عالية وبتبقى مستوى مهني عالي ومستوى دراسي عالي ليه لان الشباب دول اهم حاجة في البلد الشباب من يعني من الكوادر بتاعت البلد من اللي بيشتغل في البلد الشباب من اللي بيامل مستقبل للبلد الشباب اهم حاجة في البيوت الشباب ديت طبعا بتبقى مجهزة تجهيزات بسيطة جدا لان طبعا الشباب ما بيروحوا يدرسوا بيبقى احتياجاتهم مش عالية قوي في تجهيزات بيوت الشباب بتبقى يدوبك ايه اكله ونوم وشربه وخلاص ومذاكرة لان طبعا لو التجهيزات اعلى من كده هتبقى مستواها عالي والدراسة هتبقى مكلفة جدا والشباب طبعا اما بيبقوا درسين بيبقى ايه يعني يدوبك رايحين يدرسوا وما بيشتغلوش ما بيبقاش معاهم مبالغ طائلة بيبقى ايه التجهيزات يدوبك على قد الشغل بتاعي طبعا بيوت الشباب بتبقى موسمية بتبقى صيفية او شتوية او على مدار السنة وتبقى متواضعة في التجهيزات بتاعتها موجود فيها كافتيريا قاعد للقراءة وقاعد حفلات صغيرة وبر صغير طبعا التجهيزات دي بسيطة جدا ومش مكلفة للايه للطلاب زي ما احنا قلنا بيوت الشباب دي تبقى خاصة للطلبة وطبعا جزء للطلبة وجزء للطالبات بيبقى فيه بيوت المنتجعات احنا قلنا قبل كده المنتجعات صيفية او شطوية او شطوية باردة او شطوية دافئة او على مدار السنة لسه قيلنا حالا دلوقتي في بداية الحلقة بعد كده الفنادق المتحركة يعني ايه فنادق متحركة يعني فندق مش تابت مش تابت على الارض يبقى فندق متحرك يا اما في الماء يا اما على الطريق السريع طبعا الفنادق اول حاجة فنادق عائمة يعني في البحر او في النهر الفنادق العائمة دي بتبقى التجهيزات بتاعتها مجهزة ان هي تبقى بضعة شهور مش ساعة ولا اثنين لا بتبقى بضعة شهور يعني مثلا شهرين ثلاثة بتبقى مجهزة مثلا بيبقى فيها غرف للنوم بيبقى فيها حمامات بيبقى فيها مصرح ودور سينما وبيبقى فيها نوادي وديسكو وساعات بيبقى فيها اسواق حرة الاسواق الحرة دي يعني السائح بيشتري منها حاجات من البلاد الاخرى يعني مثلا واحد مثلا من القاهرة بيشتري مثلا كتب او بيشتري اكسسورات او بيشتري حاجات عجباء من اسواق من البلاد الاخرى ومنها برضو فيه الطعام والشراب والترفيه وطبعا واهم هاجة في الفندق بيبقى الغسيل والكي بعد كده الفنادق العايمة ديت بتبقى محببة لبعض السائحين اللي بيبقوا حاسين ان هما بيبقى في الفترة دي فترة ترفيه بتبقى فترة ترفيه ان هما بينتقلوا من مكان لاخر بس بفندق ايه عائم يعني زي مثلا فيه مثلا من القاهرة للأسر او اسوان بتبقى طبعا ده فندق عائم بس ده يعني ما بيستمر لبضع شهور لا بيستمر ايه ممكن شهر او يعني شهر رايح جاي او شهرين بتبقى ايه الانتقال بتبقى ممتعة وبيبقى فيها نسبة ترفيه للسائحين طبعا الفنادق دية ممكن تكون برضو لعدة ايام يعني بينتقلوا من مكان لاخر في عدة ايام مش لازم شهور تبقى الفندق العائم ده بدل ما يركب عربية او يركب مثلا اي وسائل مواصلات بيركب ايه بيركب الفندق الايه العائم ده بيبقى منه طرفيه وفي نفس الوقت بيبقى منه ايه تغيير للعربيات اللي بيركبها كل يوم وكل ايه كل الحياة بتاعته عربيات واتوبيسات وهكذا لا قدية بتبقى ايه كتغيير في نوع الطرفيه بتاعه او في وسائل النقل بتاعته وطبعا في اشهرها زي ما احنا قلنا في نهر النيل اللي هي ما بين القاهرة والاقصر واسوان الفنادق البرية المتحركة زي ايه زي السيارات والقطارات والكارافونات والسيارات السياحية المجهزة طبعا بتحتوي السيارات دي الفنادق المتحركة اللي هي البرية المتحركة ديت على طبعا غرف نوم ومطبخ ومطابخ مجهزة لان هي تكون متحركة من مكان لاخر زي مثلا القطارات المجهزة اللي برضو من القاهرة للاقصر او اسوان بديبقى فيه ناس يعني الحركة في المية ما بتعجبهمش قوي او مش حابين الحركة في المية قوي بيركبوا يا اما اوتوبيس مجهز يا اما قطار مجهز للنوم او الاكل اللي موجود في المكان بعد كده الفنادق الطائرة ايه الفنادق الطائرة دي يعني بنتقل من مكان لاخر بس ما ينفعش ولا ببرية ولا بعائمة يعني مثلا فيها جبال او مناطق مش مجهزة بنتقل من مكان لاخر عبر الطائرات الطائرات دي لو المسافة كبيرة بنتقل بالطائرة المجهزة دي الطائرة المجهزة دي بتبقى فيها برضو مثلا الكورسي اللي انت قاعد عليه بيبقى مجهز ان انت تنام عليه يعني بيتفرد لورا بيبقى مجهز ان انت ايه ممكن تنام عليه وتستقرق في النوم لو الوقت طويل في الصفر ممكن برضو بتبقى فيها مطابق وفيها برضو بتبقى فيها مطابق بس مش مطابق بقى زي اللي موجودة على الفنادق العائمة او الايه البرية بيبقى الوجبات بتاعتها بتبقى معظمها جهزة يعني جهزة ان هي تتقدم على طول المسافر لان اما بتبقى يعني مش معقول هعمل مطبخ على ايه على الطائرة بيبقى في ايه بيبقى في الاطعامة المقدمة للمسافرين بتبقى شبه مجهزة وبتقدم على طول للايه للمسافرين يا دوبك ممكن مثلا ميكرو ويف اسخن بس ممكن بتبقى برضو مغلفة بحيث ان هي ما تبردش على حسب الايه التجهزات اللي موجودة على الطائرة وطبعا بتحتوي الطائرة ممكن على قاعد اجتماعات ومطاعم وكافيتريا وتلكس وكلام ده كله بيبقى خاص يعني بدرجة كبيرة لرجال الاعمال لان رجال الاعمال ما بيضيعوش وقت خالص بيبقى كل وقت عندهم مقدر بحساب طبعا دول بيبقى حاسبين كل حاجة بالساعة وهم في الطائرة بيشتغلوا وهم في اي مكان بيشتغلوا طبعا ده بيبقى للوقت بتاعهم الديق وبيبقى طبعا بيختلف من مكان لاخر وبتكون طبعا ما دم هي كده بيكون درجة عالية من التكلفة لان الطائرة والتجهزات بتاعتها او تجهزات في اي مكان بنقول على حسب المكان والسعر بتاعها بيختلف من مكان لاخر والتجهزات بتاعتنا اهم فندق فندق المناطق العلاجية ايه الفندق العلاجي ده بيستضيف مين اكيد بيستضيف المرضى طبعا مش معنى ان انا استضيف مرضى يبقى مستشفى مستشفى بس لا انا اهم حاجة عندي في المريض ان هو حالته النفسية تبقى ايه برافو عليكم تبقى مستريحة تبقى طبعا في فندق علاجية كتير اهم حاجة عندها ان هي راحة المريض النفسية لان ده بيساعد على الشفاء للمريض الفندق العلاجية دي بتبقى طبعا ملحقة بالمستشفيات لان الفندق العلاجية دي بتبقى في اماكن معينة اه طبعا زي ما احنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت في الفندق القريبة من المياه المعدنية المياه المعدنية دي ممكن تبقى الطريق من طرق العلاج زي اللي موجودة في سينة في سينة دي طبعا الرمال بتاعت سينة او الميا بتاعت سينة ممكن دي تبقى من ضمن الطرق العلاج اللي موجودة فين في المستشفيات العلاجية او في الفنادق العلاجية طبعا اللي بيروح الفنادق العلاجية دي بتبقى بوهزة السمن لانها طبعا بيبقى فندق اه تبع الايه تبع المستشفى اه التجهيزات بتاعتها بتبقى اه لخدمات النزلاء وبتبقى للمرضى بيبقى فيها طبعا قاعة للعلاج الطبيعي او قاعة للسونة او احواض المياه الكابرتية اللي موجودة في سينة السينة دي من احسن الاماكن العلاجية اللي موجودة في جمهورية مصر العربية لانها بتعتمد في الاول وفي الاخر على الايه الطبيعة لان الطبيعة بتاعتنا ما شاء الله ربنا حبانا بطبيعة وهواء ناقي اللي موجود في سينة والرمال بتاعتها والمية بتاعت البحر بتاعتها ديت ما شاء الله من اهم الفنادق العلاجية اللي موجودة على مستوى العالم ككل طبعا الدرجة بتاعت الفنادق العلاجية ديت ممكن تكون من أربع إلى خمس نجوم وأغلبها أربع نجوم الغرف بتاعتها مجهزة على حسب نوع المرض أو نوع المقيمين في الفندق العلاجي طبعا بالقرب من المستشفيات أو ملحقة بالمستشفيات وبيبقى معظمها نزلاء من مرضى المستشفيات أو النزلاء مع المريض نفسه طبعا أغلبها على البحر الأسود في نمسا وبلغرية وطبعا في مصر زي ما احنا قلنا الفنادق العلاجي الموجودة فين؟ في حلوان وفي سينة الفنادق الرياضية الفنادق الرياضية دي من أهم ما فيها أن هي بتبقى بالقرب من المناطق الرياضية ودرجتها بتبقى من ثلاث إلى أربع نجوم ويعني معظمها بيبقى درجتين طبعا انتشرت أوي الفنادق الرياضية دي على مستوى العالم بالاهتمام بالرياضة الاهتمام بالرياضة طبعا طبعا مثلا ناس رايحين كاس العالم كاس العالم بيبقى فيه بلد معين بيعودوا مثلا شهر في المدينة اللي بتقام فيها كاس العالم دي بيبقى ملحق بالفندق صالة ألعاب صالة جيم صالة تدريبات وهكذا بتبقى ملحقة بإيه؟ بالفنادق دي لأنها بتخدم الرياضيين المقيمين في المكان ده طبعا مجهزين لتشجيع اللاعبين وتدريبهم وعشان طبعا الناس اللي هم الرياضيين دول لازم اللياقة البدنية بتاعتهم تبقى على أعلى مستوى في أثناء الأولمبيات ديت أو في أثناء الألعاب الرياضية ديت لأن اللاعب لو قاعد فترة معينة من غير تدريب بيبقى جسمه طبعا بيتعب أو بيبقى جسمه يعني لازم فيه تدريب مستمر لللاعبين أي أن كانت اللعبة أي أن كانت اللعبة اللي بيلعبها بعد كده تصنيف الفنادق بعد كده تصنيف اقتصادي تصنيف اقتصادي يعني إيه تصنيف اقتصادي؟ يعني مثلا درجة فاخرة درجة فاخرة ديت يعني أعلى درجات الفنادق يعني مجهزة بتجهيزات عالية طبعا كلما بنجهز بتجهيزات عالية كلما بيبقى المبلغ بتاعنا إيه؟ عالي يبقى الاقتصاد مدام قولنا اقتصاد يبقى نقول إيه؟ المبلغ المالي طبعا إحنا عارفين الاقتصاد هو الدخل المالي أو رأس المال بالنسبة للا إيه؟ لأي مشروع أما أعمل أنا فندق اقتصادي فاخر يبقى جميع التجهيزات اللي موجودة فيه تجهيزات عالية جدا بتخص مثلا رجال الأعمال رجال الأعمال قلنا بيحتاجوا تيليكس فاكس قاعدة اجتماعات قاعدة حفلات وهكذا في جميع المطاعم أو في جميع الفنادق اللي موجودة عندنا والتجهيزات بتاعتنا مش أي فندق بقى ولا أي مكان مثلا يعودوا فيه أو صالة الحفلات أو صالة اجتماعات لا تبقى مستوى عالي لأن كل رجل أعمال بيحتاج التجهيزات ديت عشان بيخلص شغله مش هيضيع وقته وهيقول مثلا لا ده أنا فيه شحن لا مش هشحن لا مش عارف ايه لا الفندق بيجهز له جميع التجهيزات اللي هو طالبها زي مثلا خدمات مصرفية بريد فاكس قاعدة اجتماعات تأجير سيارات مثلا لو هو طبعا هو بينزل ممكن بينزل بالطائرة ما بيبقاش معاه سيارة بيأجر سيارة في أماكن طرفية في أماكن رياضية طبعا أسعارها عالية جدا وبتتميز بحجمها وضخمتها وموقعها المتميز اللي موجود في قلب المدينة يعني بالقرب من جميع الخدمات جميع الخدمات المقدمة لرجال الأعمال مش مقدمة بس في الفندق لا رجال الأعمال بيبقوا مثلا عايزين يتنقلوا من مكان لآخر يشوفوا مواقع ينزوروا مثلا مصانع ينزوروا أماكن يتعرفوا على البلد أو يقيموا مشروعات في البلد يبقى موجودين في قلب البلد اللي موجودين فيها أو في قلب المدينة اللي موجودة فيها الفندق يبقى احنا لازم الفندق بتاع رجال الأعمال ده موجود في قلب المدينة عشان يبقى بالقرب من جميع الخدمات طبعا فنادق الدرجة الأولى وتبقى دي أقل من الدرجة الفاخرة بتبقى أربع نجوم بتبقى التجهيزات بتاعتها أقل شوي من تجهيزات الفنادق الدرجة الفاخرة وطبعا بتبقى أسعارها أقل كثير من الدرجة الفاخرة مش كثير قوي يعني بتبقى التجهيزات بتاعتها بتبقى برضو مستوها عالي بس ما بتبقاش بمستوى الدرجة الفاخرة الدرجة التانية بتبقى اقل من الدرجة الاولى بتبقى اقل شوية بتبقى مثلا للمقيمين مثلا مثلا بضعة ايام او شهر او ما يزودش عن شهر لان بتبقى الخدمات بتاعتها مش عالية قوي والاسعار بتاعتها بتبقى اقل شوية الفنادق الدرجة التالتة طبعا دي بتبقى اسعارها اقتصادية لاي فرد من الافراد ان هي ان هو ايه يبقى موجود في الفندق ده بتبقى طبعا الخدمات بتاعته اقل شوية من الفاخرة ومن الدرجة الاولى او من الدرجة التانية بتبقى سعرها بسيط وبتبقى الخدمات بتاعتها طبعا اقل من الخدمات اللي قبل كده لان طبعا السعر بيبقى مقابل ايه مقابل الخدمات يبقى السعر بتاعنا بيبقى ايه اقل شوية بعد كده هنصنف الفنادق على حسب الاسعار هنصنف الفنادق على حسب الاسعار ازاي نفس الكلام اللي لسه قيلينه دلوقتي الفنادق الفاخرة بتبقى اعلى سعر الفنادق الدرجة الاولى بتبقى اقل شوية بتبقى وهكذا يبقى عندنا الفنادق الفاخرة اول حاجة في تصنيف الاسعار بعد كده اقل السعر شوية فنادق مرتفعة الاسعار اللي هي الدرجة الاولى متوسطة السعر بتبقى الدرجة التانية الاقتصادية اللي هي الايه بيرفع عليكم اللي هي الاقتصادية يبقى الفنادق الاقتصادية اللي هي ايه اقل شوية اللي هي الدرجة التالتة بعد كده الفنادق الرخيصة اللي هي مثلا زي مثلا طلاب رايحين مكان بياخدوا شقة مع بعض بتبقى الشقة دي مقسومة على بعض الطلاب او بتبقى بنسيون صغير بيبقى فيه بعض الغرف الغرف دي بتبقى ايه سعرها اولايل وبيبقى ايه الخدمات بتاعتها قليلة خالص بتبقى سهرها يا دوبك على قد ايه طالب او مثلا رايح يقضي مشوار وراجع ما بتبقاش ايه الاقامة بتاعتها عالية او لمدة طويلة بعد كده الفنادق على حسب النجوم الفنادق على حسب النجوم طبعا فنادق الخمس نجوم وهي من ارقى انواع الفنادق اللي موجودة فين اللي موجودة عندنا في جميع انحاء العالم طبعا ارقى الخدمات يبقى ارقى فنادق يبقى ارقى خدمات يبقى سهر مرتفع يبقى ايه خدمة مميزة خدمة مميزة يعني خدمات مستوى عالي جدا خدمات مستوى عالي يعني سهر عالي بعد كده فنادق الاربع نجوم مستوياتها اقل شوية واسعارها قليلة شوية والخدمات بتعيدها اقل بكتير الفنادق الدرجة او التلات نجوم خدماتها وتجهيزاتها محدودة بالمقارنة بفنادق الفاخرة او الدرجة الاولى النجمتين طبعا اسعارها وخدماتها اقل والنجمة الوحدة اللي هي الفنادق الاقتصادية او الفنادق الرخيصة بعد كده تصنيف الفنادق لها قواعد وتقيين احنا لازم اما نيجي نتكلم عن التصنيف لازم نقول معايير وقيم وتصنيف على اسس ومعايير قلنا المعايير دي يعني ايه شروط شروط دي انا ما اروحش مثلا مكان واقول انا هاجي اقيمك من غير ما اقول له على شروط اما يجي حد يتقدم لوظيفة بيتقدموا لوظيفة على حسب شروط معينة المكان بتاعي الوظيفة بيقول على الشروط دي وانا بروح المكان ده عشان ايه اتقدم للوظيفة دي الوظيفة دي اما بيبقى الشروط متوفرة فيها بروح ايه اقدم فيها واقول يا جماعة انا عندي مثلا شروط كذا وكذا وكذا اللي انتو منزلينها في الشروط يبقى انا لازم اما اجي اقيم حد لازم يبقى فيه ايه يبقى فيه شروط للتقييم يبقى التصنيف بتاعي بتاع الفنادق لازم ايه احط شروط او تقييمات معينة او معايير معينة اقدر اصنف الفنادق على اساسها اول حاجة هنصنف الفنادق على اساسها اول حاجة الموقع الموقع بتاعي الفندق المساحة بتاعته الموقع بتاعه مناسب لنوع الفندق ولا لا احنا قلنا الفنادق الفاخرة لازم تكون في قلب الايه في قلب المدينة قلب المدينة يعني ايه الموقع بتاعها متميز يعني مواصلاتها سهلة جدا جميع الخدمات اللي أنا عايزها برى الفندق متوفرة ليا جميع الخدمات اللي أنا مثلا عايزة أروح مكان معين بيبقى الموصلات بتاعتي سهلة أقدر إن أنا مثلا خدمة أجر عربية بيبقى فيه تأجير عربيات عايز أسحب فلوس بيبقى فيه بنك مثلا معين بالقرب من الفندق بيبقى فيه جميع الخدمات بالقرب من الفندق يبقى الموقع بتاعي كل لما بيبقى متميز كل لما بيبقى تصنيف الفندق بتاعي عالي يبقى اول حاجة عندي الموقع المتميز طبعا الفنادق مختلفة اللي هي الفنادق الموجودة في قلب المدينة او الفنادق الموجودة في السواحل او الموجودة بالقرب من الشواطئ او على حسب الفندق بتاعي بعد كده التصميم المعماري والاعتبارات الانشائية ايه التصميم المعماري ده التصميم المعماري اللي هو شكل الفندق والتشتيب بتاعه شكل الفندق من برا ده بيدي للفندق انتباع عالي جدا للي داخل الفندق انا دلوقتي لو داخل فندق مثلا فندق قليل في السعر وشكله من برا بسيط جدا يبقى انا بقول ايه الفندق ده سعره متوسط لو انا داخل فندق المبنى بتاعه فخم جدا وقدامه مساحة كبيرة وفيه مثلا مكان لركن العربيات وباركنج وشكله تحفة من برا يبقى انا داخل ايه الفندق ده سعره عالي وتجهيزاته عالية جدا لان كل ما بيبقى شكل الفندق مناسب للتجهيزات يبقى ده بيصنف لي الفندق من التصنيفات العالية جدا طبعا الحجوزات بتاعة الفنادق بتبقى على حسب نوع الايه نوع الفندق يبقى التجهيزات بتاعتي والموقع بتاعي من اهم الايه تصنيف بتاع الفندق او من اهم شروط التقييم بتاع الفندق بتاعي التجهيزات بتاعتي والتصميم المعماري والتشتيب ده من اهم العناصر عشان نصنف الفندق نصنف الفندق على اساس ايه التشتيب بتاعي يعني انا راح اشتري شقة الشقة بتاعتي دي اه مثلا اه مش 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 شطبة اه لكسو مثلا او ما فيهاش تجهيزات عالية السعر بتاعها بيبقى عالي ولا بيبقى اقل كلما التشتيب بتاعي بيبقى عالي كلما التشتيب السعر بيبقى ايه اعلى يبقى انا لازم اشطب الفندق بتاعي بالشكل او بالمستوى اللي انا عايزه من الاول خالص احنا قلنا فيه اهداف للايه للفنادق انا لو عايز الفندق بتاعي يحقق الهدف بتاعي يبقى انا لازم اعمله موقع متميز تشتيب بتاعي متميز كل حاجة من اللي احنا هنقولها بعد كده متميز ليه عشان يحقق الهدف بتاعي الهدف بتاعي كلما يبقى عالي كلما يبقى لايه الارباح اعلى ليه عشان انت التشتيب بتاعك مش كويس يبقى انا لازم عشان اصنف الفندق بتاعي في اخر او مستوى عالي او درجة اولى يبقى انا لازم التشتيب بتاعي يبقى من ضمن الشروط بتاعتي بتاعي التقييم عشان اصنفك بعد كده التجهزات الفنية ايه التجهزات يعني ايه تجهزات فنية يعني الإضاءة يعني التليفونات يعني التكيفات أجهزة الإنسار مكافحة الحريق التلجاج أجهزة التلفزيون والفيديو كل التجهزات اللي موجودة عندي في الغرف كل ما بيبقى التجهيز عالي كل ما بيبقى السعر عالي كل ما بيبقى التصنيف بتاعي أعلى يبقى التجهيز بتاعي مش بقى تشطيبه كده لا تجهيز جوه الغرفة جوه الغرفة يعني ايه جوه الغرفة يعني النزيل هيستفيد بيها النزيل بيستفيد من ايه من التليفون من الاضاءة من الفاكس من جهاز الانذار من مكافحة الحريق من التلاجة كل نزيل عما بيدخل الغرفة بيبص على الحاجات دي كلها كلما بيلاقيها جهزة كلما بيلاقيها على المستوى اللي هو عايزه ما بيشتكيش انما انا مثلا داخل فندق من بره كويس جدا وعالي جدا وشكله المعماري جميل جدا والبهو بتاعه نظيف وجميل ادخل الغرفة من جوه انت كيف بيز الحمام مثلا ما فيهوش تجهيزات ولا فيه فوط نظيفة ولا فيه حاجة نظيفة ولا فيه اي حاجة يبقى انا كده مش هبقى راضي عن ايه عن الفندق بتاعي يبقى انا هجيله تاني لا طبعا يبقى انا مستوى الفندق بتاعي هيقل يبقى التصنيف بتاعي هيقل يبقى السعر بتاعي هيقل كلما يبقى التصنيف بتاعي التجهيزات بتاعته عالية على مستوى الفندق نفسه كلما بيديلي الايه الارباح والاهداف بتاعتي بتتحقق وحدة ورا واحدة وهوصل لإيه؟ لأنه هو يبقى إيه؟ سلاسل فنادق طبعا سلاسل فنادق اللي اهنا قلنا التجهيزات بتاعتها بتبقى عالية قوي لإيه؟ لأن طبعا كل سلاسل فنادق يعني إيه؟ الفندوق الأولاني نجح عملتله ملحق لي وهكذا في جميع أنحاء العالم بقى سلاسل فنادق وبقى إيه؟ مشهور على مستوى العالم بعد كده غرف النزلاء غرف النزلاء بتبقى موجودة في الأدوار بتاعة الغرف وكل كوريدور مثلا أو كل فندوق على حسب عدد الأدوار بتاعته مثلا في الفنادق اللي هي مستوى واحد اللي هي فنادق المتلات بتبقى مستوى واحد يعني دور أو اتنين بكتير قوي لأن طبعا خدمتها قليلة في مثلا الغرفة نفسها بتبقى موجودة فيها إيه؟ تجهزات اللي إحنا لسا يلينا عليها دلوقتي اللي هو التليفون والتليكس وهكذا والتكييف فيه كمان فيه السرير والنزل هيدخل ما يلاقش سرير أمال هينام على إيه؟ هو داخل الغرفة عشان ينام تجهيز مثلا الدولاب هيحطه دومه في إيه؟ الحمام الحمام مثلا لازم يبقى مجهز بيبقى فيه التجهيزات معينة بيبقى فيه الشوار وبيبقى فيه الصابون وبيبقى فيه الفوط وهكذا كل اللي بيحتاجه النزيل طبعا كل ما بيبقى مستوى الفندوق عالي كل ما بيبقى تجهيزات اللي احنا قلنا لسه عليها دلوقتي في غرفة النزيل كل ما بيبقى إيه؟ مستوىها أعلى كل ما بيبقى لإيه؟ برافو عليكم العائد الاقتصادي بيبقى عالي على الفندوق وبيبقى إيه؟ عالي اقتصاديا بعد كده حمامات الغرف حمامات الغرف لازم تكون بساحتها مناسبة للغرفة يعني مثلا الفنادق الفاخرة بيبقى الحمام بتاعها بيبقى كبير شوية يعني بيبقى كبير بيبقى فيه مثلا بنيو بيبقى فيه حود مثلا بيبقى فيه مساحة للنزيل إنه هو يبقى مستريح في الغرفة الغرفة طبعا بتبقى كبيرة للتجهيزات اللي موجودة فيها الغرفة كل ما بتبقى كبيرة كل ما بيبقى النزيل مستريح لأن الغرفة كل ما بتبقى ديقة بتبقى الحركة بتاعت النزيل بدبقى النزيل مش مستريح في الغرفة طبعا دي بتبقى ايه وسح الغرفة ديت او مساحة الغرفة ديت بتبقى على حسب مستوى الفندوق يبقى مستوى الحمامات وتجهيزات الحمامات بدبقى ايه مختلفة على حسب مستوى ايه الفندوق طبعا احنا قلنا التشطيب بتاع الحمام بيبقى تشطيب عالي جدا المياه السخنة والبردة والحوض والارفوف والدش والحاجات دي كلها والبشكير والفوت والشامبوهات والصابون والحاجات دي كلها من تجهيزات الايه الحمامات وطبعا من ضمن الايه العالي بقى بيبقى مثلا اه 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 شفاط مجفف للشعر اضاقة مثلا خافتة اضاقة على الحوض دي برضو ايه تجهيزات شوية ايه عالية في الفنادق الايه العالية حمام السباحة حمام السباحة ده مش بيبقى موجود في اه في كل الفنادق حمامات السباحة دي بديبقى في الفنادق اللي مساحتها كبيرة اه التشطيب بتاعها عالي اه اللي هو بيبقى اه مسلا موجود في قلب المدينة اللي هو النزلاء بيجوا مثلا وهدفين انه هو ينزل حمام السباح من ضمن الخدمات المقدمة حمام السباح بيبقى متشطب تشطيب عالي جدا وبيختلف على حسب المساحة بتاعته او المنطقة المحيطة به الاماكن العامة واماكن خدمة النزلاء ايه هي الاماكن العامة في الفندق اللي هو الايه الاستقبال اللوبي مكان حفظ الحقائب المطاعم اه مثلا البراط اه صالة الحفلات صالة قاعة الاجتماعات اه التسويق اللي مثلا فيه كوافير اه فيه مثلا دار سليمة فيه كل حاجة النزل بيطلبها كلما بيلاقيها كلما بيبقى سعر الايه الفندق عالي كلما بيلاقي التجهيزات عالية كلما بيدفع هو متضمن بيدفع وهو مستريح ليه لان النزيل او ايا كان الشخص في اي مكان لو دفع فلوس وهو مش راضي عن المكان ما بيرجعلوش تاني النزيل بالذات هو رايح الفندق ليه عشان يستمتع بالمكان الترفيه الحمام السباحة ينزل مثلا صالة جيم ينزل مثلا عنده معاه اطفال ينزل في مكان للعب الاطفال معاه عربية يلاقي سهل جدا ان العربية بتاعته يركينها في مكان آمن يبقى متضمن وهو ممود في قلب في قلب الفندق التشطيب بتاعي يبقى عالي جدا على مستوى الفلوس اللي انا بدفعه يبقى كل مكان النزيل بينزل فيه وعايز تجهيزات عالية بكون لما بيدفع وهو ايه هو بيبقى متضمن الفلوس اللي هو بيدفعها دي بتبقى ايه رايحة في مكانها وكمان برجع للمكان ده تاني برجع للمكان ده تاني يبقى انا ايه مستريح للمكان والتجهيزات بتاعت المكان نفسه تجهيزات عالية انا حاسس بالامان وحاسس بان انا كل الخدمات اللي انا عايزها موجودة فين في المكان ده هرجع له انا مش هرجع له لا هرجع له طبعا بعد كده الانشطة الترفيهية الانشطة الترفيهية اللي هي من ضمن التجهيزات اللي موجودة فين في قلب الايه في قلب الفندق طبعا الانشطة الترفيهية دي تلازم يبقى مستوى عالي بالنسبة للفندق يعني هنا مثلا في فندق خمس نجوم اللي هو الفنادق الفاخرة عايز مثلا اعمل حفلة دخلت صالة الحفلات ملقتهاش مجهزة التجهيزات بتاعتها عادية الاضاءة بتاعتها عادية جدا مثلا الترابيزات بتاعتها مش قد كده الكسات والجم يعني التجهيزات هجول لها مش قد المستوى اللي انا فيه يبقى ما صنفش الفندق اللي ما شوف جميع التجهيزات جميع القاعات جميع الاماكن اللي موجودة في الفندق مجهزة بنفس التجهيز اللي انا قلت عليه عشان يبقى خمس نجوم يبقى اديله كده الخمس نجوم وانا ايه وانا مستريح يبقى الخمس نجوم ديك مش اي حد بياخدها النجمتين مفيش اي حد بياخدها يبقى كل مكان بياخد مستواه وبياخد التصنيف بتاعه على حسب التجهيزات اللي موجودة عنده من ضمن التجهيزات اللي هي الانشطة الرياضية مثلا والطرفيهات صلة الديسكو السينما المسرح صلة التلفزيون وقاعات متعددة اللي هي قاعة الحفلات قاعة القراءة مثلا قاعة الاجتماعات نادي صحي وهكذا فيه برضو اماكن رياضية اللي هي كرة القدم وكرة اليد وهكذا والطيرة والجولف والكلام ده فيه الانشطة الرياضية من ضمن الشروط بتاعتي اللي انا بدي الفندق خمس نجوم او ثلاث نجوم او اي مستوى من المستويات مؤهلات العاملين اللي موجودين في الفندق يعني ايه مؤهلات العاملين انا تجهيزاتي كويسة جدا وعالية جدا وجميلة جدا ومشاء الله وصرف عليها صرف جامد جدا بس الناس اللي شغاليه عندي مستوى التدريب بتاعهم وليل او بيعملوا انه زلاء معاملة وحشة جدا مستوى العلم بتاعهم اللغات بقى ومثلا لو خمس نجوم طبعا لازم العاملين بتوعي يبقى عندهم لغات كتير لان بينزل سائحين مثلا لغاتهم كتير لازم العاملين اللي عندي يبقى ايه عارفين مصطلحات وعارفين لغات على اقل يعني لغة او اتنين لو العاملين بتوعي مش قدل ايه المستوى بتاع الفندق يبقى انا الفندق بتاعي هيبقى جدير ان هو ياخد خمس نجوم استحالة لان العنصر البشري اهم حاجة في الفندق العنصر البشري ده هو اللي بيشغل الفندق لو التجهيزات بتاعتي عالية والعنصر البشري بتاعي مستوى قليل يبقى انا كده ما عملتش حاجة يبقى انا لازم العنصر البشري بتاعي على مستوى التجهيزات اللي بتاعتي على مستوى الفندق بتاعي يبقى انا لازم وانا بعمل شروط للعاملين عندي لازم بقى مش مثلا واحد صاحبي جايب قريبه واحد مش عارف ايه جايب قريبه مش عارف ايه لا اه يبقى انا لازم اخد العاملين اللي موجودين عندي للمستوى اللي انا عايزه مستوى عالي وعايز اخد خمس نجوم يبقى انا لازم العاملين بتقعي مستوىهم عالي حتى لو مستوىهم مش عالي قوي يعني محتاجين تدريب باخدهم بدربهم على اجهزة على مثلا معدات لان طبعا لو انا خدت عاملين مش مدربين على الاجهزة هيبوزه للاجهزة لو مثلا المستوى بتاعي مش عالي يبقى انا ايه فندقي مش هيتصنف تصنيف ايه تصنيف عالي بعد كده قلنا التصنيف بتاعي التصنيف بتاعي الفنادق بتاعتي لازم تكون على المستويات الاهداف بتاعتي طبعا زيادة الكفاءة الادارية اللي موجودين عندي اللي هو الهيكل التنظيمي العاملين اللي موجودين عندي هنعرف ايه الطرق الزيادة العاملين اللي موجودين عندي وكفائتهم ان شاء الله في الحلقة القادمة باذن الله واشوفكم في حلقة القادمة على خير باذن الله السلام عليكم